في ليبيا اعتبر أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حكومة دبيبا منتهيت الولاية بالضرورة مرجعين ذلك للمدة الزمنية لخارطة الطريق التي أنتجتها والتي تنتهي اليوم وأصدر الأعضاء بيانا ليلة أمس رحبوا فيه بإحراز مزيد من النقاط التوافقية بين أعضاء مجلسين نواب والدولة في لجنة المسار الدستوري وحثوا للمجلسين على استكمال ما تبقى كما دعا الأعضاء دبيبا إلى الإسراء في تسليم مقار الحكومة لحكومة باشاغا بشكل سلس اقتداء بسلف هواية البيان بعد فشل لجنة المسار الدستوري في الوصول لتوافق تام حول الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات